مرحبا بكم 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 حاجة كبيرة عظيمة بخطرة انا اتفاجأت كيكلموني البحثة جبلوماسية اومايما كيقالولي اراو سعاد السفير وكل فرحان بلي تعمل فيه قلت بلك شي غالطة وخي ولا كلا في مدامة عربية شكيت في روح قلوا بلك شي غالطين ووت برك الله عليه سيلهيشمي راجل رجل دولة راجل عظيم راجل تونسي ويشوف بيه ولد بليت فقلك خلي فنينة تونسية وشيف شيف التعب اللي نعمل فيه حتى المشاريع الصغيرة متاع توينسا هاو يشوف وحلو جزار اي حاجة هي موكويتين اذيكي مسلسلة مشاريع بوكشا ولا المشاريع الصغيرة وصلت نعتي تليفوني انا معاكم فما بيلك تونسي انا اسمع حاج يحب يتصور معايا في قاوة ولا في بلاسة انا دمعتي تهبت لكن تخيل رمضان والمرض ومرض امك وتخيل الحالات اللي تعيشها تونس كالكريزيت رأي قلبي معناها يتنفذ كان نلقى يكون عندي جوين حكبار كبر الدنيا ونظلل عليها مان من الشمش بكيتني نتفعليك 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 وفاة وفاة وتونس شنا وعطات الوفاة ليه عطاتني برشة حاجات اعطاتني 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 انا نتيج اعلم تونسي فيه يدك وريني يدك ريتها يدك اديك انظيفة فما علام نظيف في تونس اعطاتني قراتني انا بنت كومبوس منوبة لما نتكلم في برنامج في الكويت ولا في اي برنامج نبي سي اعطي بالعربي البرامج التعديد فيها انا 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 نتيج اعلم تونسي نتيج وبنت الجامعة التونسية انا صحفية بالاساس كتبت قراءات في الشأن التونسي انا من عام ثلاثة وثمانية لكني بنت بورقيبا لما نشوف كيف نشوف تسعاد سفير امريكا في الكويت سوفراء لان ينغني غربي ويعرفوني فنتكلم يقول لي بفضل بورقيبا على المرأة الامريكانية فضل كبير لانه هو نفض العالم ونفض المرأة في العالم لكل وقت اللي كانت فرنسا ما تاخذش ما تاخذش معناها المرأة كيما الراجل هنا ببنت بورقيبا تصويره في السالة باب امي والهدي نويره وبورقيبا وماماتي اتحاد النسائي الفتاة تريفي العام السبع وسبعين انا نعيش بذكا فما ناس ما تحبش بورقيبا لكن ديبلوماسيت بورقيبا لليوم وتونس اللي كان تعرف اللي في الليزانيس والسانديس السبعينات كان وقت اللي كتدخل ايدي وين بتاع بلد عربي يقفو يحيو العلم الشعار الشعار التونس في الباسبار هذا اغسارة وين 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 وهذا الكل كيفاش نظرة الخليون قولو الكويتين ولا الخليجين للمرأة التونسية غادي وفي كيفاش يغزولها مرأة تونسية متحرة يعرفوها مرأة تونسية ديم يقولون عن نسبة التعليم حلو برشة اللي نشوفيه لكن نحب اكثر انا علش سميت الالبوم النغم تونسي نغم كويتي والارض التونسية اكتشاف اكثر حات من خليل تيك توك اه الانستغرام اه من خليل حتى لبسي اه من خليل حتى الكادو دي ما فما فليجة يعني اه فما فاليز هي الكادويت للاصحابي مش يكتشفوا تونس مش يكتشفوا الميكلة التونسية حتى في الجامعات ازورات الحريم يقولوا رحنا اينا طيب تونسي نحب نوريهم تونس وما يعرف فما جزء كبير فيهم ما يعرفوش تونس اللي يعرفوا التاريخ يعرف نحكم التسعينات لمدة معاينة بيجي قايد السبسي رجع العلاقات الجميلة الحلوة تستيش اللي اول بلد اعترف باستقلال كويت كدولة كان الحبيب بورقيب وحبيب بورقيب اللي رحمه كان في واحد او ستين اثنين او ستين في اه في المسلمة المتحدة علاقاتنا حلوة اول مشاريع الكويت ومحافظة الاستثمارية كانت في تونس اذيكا صار فيه جافاء لمدة معاينة كويت تحب تونس كويتين يحبوا تونس ويحترموا التونسي كيجيوا يعملوا سياحة وانا فرحت انه فما فوق الخمسة عشرين عائلة جيت كيشفت وفاة واذا حلو مزيان يعني بفضل الوافاة هو ما شوق فما حتى السياحة سياحة صحية شنقولوا نحنا استشفائية ميديكال هذا حلورة مزيان برشا فكنت نحب نقول لهم يعني مش نبشت ناس عاراني انا يا دولة ايجا معناها لانه حتى الكويت استهل المحب وعليش اخترت الكويت تو كنشوفوا فنانين توانسة الاغلب ييمشيوا لمصر ييمشيوا اللبنان ييمشيوا لدبي تو مؤخرا ولو يتوجهوا لدبي وفي بوكيل انتي من الفنانات القلائل اللي اخترت انك تمشي الكويت عليش الكويت الكويت ارتحت فيها جدا شنو والقيت فيها الكويت رامل الستينات كانت ببيز مهمة للفنان ما غاديكا يمشيوا للسعودية ما غاديكا يمشيوا للامارات وما غاديكا البحرين ما غاديكا ينطلقوا اه مشيت لها الفين وعشرة اول مرة حبيتها ثم علاقة روحانية اميما انا والكويت حتى حد منجمي فسرها انا قبيرة قد كنت اتوحشتها فما اذا كنت حب نحكي فلوس فما اوشرة انا فريلانس فما اوشرة تجي ما نخدمش فيهم فمش فيهم حفليت ما فمش فيهم خدمة على في تلفزيون ولا في راديو ولا انا عندي عش في الكويت عشايشة حليها تشبه عشايشة بتاع زغوين بتاع تونس اي اما وكرك وكرك تونس وكرك زغوين وكرك بش تاخو قرار انك تقرر انك تهاجر وتخرج من تونس بس يسيغوا را حاجة شنو اللي خليك هكا نهار قمت قلت لي انا ساستقر نهائيا في كويت علاش اصعب شعور تعيشوا في حياتك انك تعيش الغربة في وسط زغوين وتونس انا عشت الغرب هذي عمري ما قلتها بش نقولها كونفيس هو خايب لانه فما برش عربي تبع وفيتو اهو شقول الحقيق انا عشت الغربة في تونس بما معنى هنو برش عن كراتيتود نكران جميل ما عش نجم انا نجري ورا الناس عديوني فما ببنت سكرت انا فنانة مشتهدة وانتي تعرف انا قداش صرفت على نفسي كاستثماء اقراية اه خدمة اه يخي موشك العام بحذيك اه مرة فنانة كي تكلمتنا على تونس قلت فنانة فايا يونين واذوما علش نجيبوهم ونحنا في كريز يا هل تارا كلمي غالط من باب الوطنية انا منيش في الشعب انا مرأة نحب البلاد التراب انا مرأة وقت اللي كورونا ضربت انتي شفت على الفيسبوك الانستغرام شنو عملنا على على اللي فما حتى بب موني اغزايا ربي فضلها ومحليها منو الناس اللي حطوا عشرة بكويت اذوكم من السبيتر زاوي ومن الزابين اللي عملنيهم حتى صلاط كانت ساعد سفير الكويت اه كلموه ناس اخرين من اعلى اهرام السلطة في الكويت طلبنا الاكسيجين بطرقنا الشخصي لتونس بعد جيت المنحة بتاع ثلاثة ولا خمسة سامحوني مليون دوغو او دو دولار سامحوني زادا موجود كل شي موثق اه مخليتش تونس انا اللي علي عملتو اما في وقت ما حاسيت اللي تساكرت هابت يديك واشي هابت يديك سلام انا هوني ما عندي ماني بش نعمل شاي وماني بش نتقدم ويمكن لازمك تنزليت حتى انك اه صح هك انتي والمرة بربشني رو ما نحبش عقيلة تاو والدنيا وسخانة امال نحكي يوم نهدرو فاما اهدري سولشي قال كويت انا نهدرو سولشي نسولفو مع بعضنا ما هوش سهل على خاطر ما عاش في وقت ما توس تشبه لي الي ساير مش هي خطيها راي تونس و الزمن و الكل و راو وقت وقت رب العالمين خلينا نكونوا واقعي العائلة كانت موافقة طبعا خاطر شافوني اللي نقصيت نفسيا كهو تساكرت غالبول بالفرنسي اللي هنا للقمة ما حدش ما عادش النجم دونك ارتقيت اني نخرش ولي نعمل فيه الترابي معناها دي جاين عندي يكيب ونخدم معهم ترابي رقيت الاثنية مفروشة في الكويت ولا تعالى؟ لي لي ما هوش تقاف المطارة في مفروشة وقيتها سيحلة وانا مانيش احلام راني تو وانا مانيش احلام الشامسي اني حاطر احلام الشامسي ان شاء الله انا احبها على فكرة نموت على احلام لانا سكس ستوري بانسور راح الملكة بالحق طبعا خلان خلانا خدمت من اياه منور العبدالله لليوم تيتونس ما عنديش جمهور لانو نحبوش مناس ماوش يسر نحن الخليجي نحب شوية محمد عبدو شوية عبدالله رويش دي حبوه حبيبي بو خالد نويل يحفم اغنيات معاينة ما معناش لا كولتور الثقافة كما الستينيات والله يشوف اذا تقلقي البطال فرانتك بارد ومراه والله اما انا نعتبر اني هي سكس ستوري معناها ونحبها معناه قيت ناس عاونتك في الكويت؟ طبعا وقيت عائلات اللي كنت ندخل العرس ولا سهريا واللي نهرت جمعة نمشي نفطر ونحظر كني واحدة من بناتها لانه الصدق انا كل ما يتعاملوا معايا يقولوا يوا فيك كمية الصدق احنا نشوفها فيك مش نشكر في روحي اما انا مراه كوريكت معناه شوف تعلمت اني تعلمت اني كل ما ينسني تتقي الله راوا بنعليه طاح في لحظة احنا كنوا نتكلموا قبل وقت بنعليه تفكر ولا ليه معناه في ليه لو انهار الاشياء يعني ما بين ما بين طرفة عين معناها ربك ما تعرف شنو الحاجة اللي تنجم تصير لكن انا من نولي ديما نتكي رب العالمي معناه حتى في علاقاتي مش من نوع اللي معناها نجم نعملك حاجة خايبة حتى نكافيك انا من نوع اللي بيه التجاوز وما يمس ومر قال صنع الله ابراهيم ونصور اللي انت من اكثر الاشخاص اللي تلكع خضر نيسى دوم يتلكعوا برشرة انا مالكوه عربا قبل احكي الحاجة لكن يبدأ ياسر هرفتكو خيكتو ويمشي بنيتو طيب برشرة وذوكو والله والله هي مش صفة الفنان انو الفنان دايما في قلت اخر مرة في باطل في عركة يزمي شوية يعني فايت الصراع ايه وانت خلش تصير عاديك اكثر لحظات الضعف حاسيت بيهم في الكويت شنو ما كانوا هاكا بينكو بدروحك وفي قلت مم شخص كان جيت في بلادي شخص كان روحت مرة مرضت امي مرضت الوالدة شوي مرضت بتشخيص خاطئ واتحبت برشة حبيت تروح واقع ايه وكان عندي حافلة تفجرت بعضهم من اجامش لاني اناك تعرفني في الالتزامات انا ملتزمة معاك حرس اذا مش لعب معنا سمعتي هي راس مالي في كل دولة حتى في تونس لاني قبالك كنت ناخو زوز عروسات نخاف معناك ان بابا لطفي بوشنيق ربي فضل ونحي يقول يرد بالك واحد يدخل بسم الله عليك ما اسم الله عليكم بعرقو من ارس العرسي رد بالك يقولي انتي تعرف قدشنا متأثر بابا لطفي واثر في رباني فنيا معناه وسلسي عمار بوكيلك يحبه وحاجة يقوله لطفي راي وفاة نعرف مساعسعة كبيرة مساعسعة رد بالتكلم فتعلمت اذيك انك احنا يتتقي الله في خدمة الناس فمرضت الوالدة تعبت 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 يعني كنت كوما يلموني هاكا كل وتعديت الحمد لله جيتو ربي فضل هيدك كحال تعيني بها ربي فضل هيدك الله يشاي حرقك ان شاء الله هبت ليدموعي هذا تم بدل الجوايزين يملأينا والله يتبت وحشتكم نحب نعرف خاطر خاطر شوف برشة وينست هو يسمعوا فينا يمكن عايشين الغربة ويتمنيوا انهم يرجعوا لتونس وفما ليلي يبدأ في تونس وحب يمشي يتغربوا كل واحد من حقه يسطر حياته كيف ما يحبه ما يلزك على المر كل اللي ما مر منه يعني فماش إنسان عايش في تونس شيخ ويقرر يتير يخرج من خلينا نقول قوس الحمد للهنا في دولة تحترم الإنسان راكي يقول لك دولة الإنسانية الحمد لله لانا في دولة دولة قانون ومؤسسات ومشهدها السياسي ومشهدها التعددي الكويت خليها تحترم كل روح جي فيها يعني حقك مضمون خلينا فرشا نقول لها كعشام يتفرجوا فيها رالي مانيش نخفي أكثر من حقي وانا مانيش سلغيه معناه انا نخدم فينا بيزي وفي مروحة بشكارة بالفلوس شكارة بالفلوس ودولارات والري شنو ليه عاد دينار كويتي دينار الكويت والدنيا وش فيك لابيس أنا سمعت وفيها مش عندها قصر طوى في الحمامات وقصر في زوسة وقصر في جامرت عندي بورش ولمبورغيني وعرست بخاليجي كويتي هذو ما الكل هم شوف الفاكليف والدنيا الكل هم أحلام للملكة عليش متزوجتش بكويتي وليت حب تورس يشرفني انا يشرفني لنزوجتك كويتي انا رانيجي مبغمي بش نحكي مع وفي هكا خطر صادق هو راما المراديه ما عنداش الفصل ما بين ما بين ما تقعد الاستغل في الفرصة كيدي داباك في فصل الدولة ما بين الدين و السياس شوف هو ناصيب لكنني أعيش قصة حب ملكة ومزيدكش خطر منحبش مانيش كي ما كي جميع ذوك ما كي هبتوا كي في انستغرام و الدنيا و ما نعمل هيش خلابسة الربية انا نخاف ملعين برشا خلابسة الربية خلابسة الربية لكنني نعيش قصة حب إن شاء الله تتوج بالزواج يا ربي إن شاء الله كي ما عزمتشني في عرسك ش نعزمك في عرسك إن شاء الله يا رب خلي عاد ما نشوفك ش عاد بلا في تونس العرس هو أكيش من بابا بش تقص لي مش الكويت قصلك انتي كي عافيفة وانتي عارفة مقدارك عندي و قدرك وعلى فكرة أنا اللي قتلك نعاود نقول عينا قتلها نحب من تعدى نروح لا بتجيب ببينة ناش لا أنا نفرح لأنه أبش حلك عليش قاعدة نتبع فيكم ديغنيا ما أنا تبع فيك عادة أنت من لو و اللي بديت الفيديوات اللي تعمل فيهم هي يا ياسر سوناتا ياسر يمسو وحلوي وأنا نفرح لسحابي اللي تخدم و اللي قاعدة تعطي فيه رونق آخر وبعد آخر للإعلام أنا نضيف ونفرح برشا لي أني أنا كي ما قتلك نفتخر بيك ونستبند بيك قدم الغريب والقريب ربي خليك يا وافي مش عبرة لا لا أنا أنا تعرف شنو وليت نخمم وافي نحب الضيف اللي يبدأ قدامي العباد تعرف لو كتابي ما متاع وخطر ياسر احنا ولينا الإعلاميين بعض الإعلاميين بش ما نجمع عشان الناس كل ولينا ياسر ماشين في القيق قلت لك ودرشنو أنا عملت الحقيقة لحظة تأمل قلت يزينة ما الحكاية تذوما والبوز ناجمع بيك بوز أطرمان أنا في بوز نظيف نينا نوري اللي بونكو تيمتاع وافي ولا متاع ذيفي الاخر يحكي على حاجات يعدي دميساج بوزيتيف والله يمشي واللا ناس تتفرج والله العظيم الناس تتفرج وذي غالط غالط اللي يقول لك راهو ما يعملوش فيو زك التصريحات اللي فيهم دميساج بوزيتيف والناس تبدأ تتفرج هذي اللي تعمل فيه برشة إذاعات في بشوف فيهم في الكويت على غيرار معناها بذاعات كبيرة وحتى في السعودية هذي قوة ولا جميل حلو برشة لكن شنوه بشقول عليك العباد بعد عشر سنين وثلاثين سنين وانتي قاققي قاققو هل ترى هذا معناها من باب الأخلاق هل من باب معناها الرقي هاي البلادك سعدها تكب تتكبلي ساعدك ميديان تتفيد كذيك الميكرو شفتو ذيك راهو سكينة راه طنبلة راه مشكلة أخرى اللي أنا قارية الصحافة يا ربي راني بش نموت راني قارية الصحافة أنا صحفية يعني كتجيبني راني الخمم بمخك وبمخي معناها مخي مقسم على أربعة عربنية صحفية عربنية وفي بسر ما يقولوا قالوا علي عربنية ما وقالوا على عربنية علي ايه ام كاثوم غنيت في العروسات راه باب لطفي بشنك غني في العروسات عبد الحليم غني في العروسات محمد عبدو غني في العروسات يعني وعندي لو كوتية أرتستيك لي أنا بنت فنان وبنت حفيدة فنان وبنت مناظر وحفيدة مناظر راهو كالجاية متاع كورونا كنتينة معناه بوقت بغولة من بعيد ناخده في الباكينج باش تجي الطيارة وفصل فيها لطفي بوشنك شوفت قوة الفنان مع وزارة الخارجية شوفت قوة الفنان وشو الباور بتعبابها لطفي فصل فيه يا جماعة راهو قالوا لي الكويت محضلتهم وعاملة معهم البيئة راهو الناس يزم تروح لتونس فأنا كنت زيدة عند يد في الموضوع وحركت الموضوع مع برشة قنوات تفكرينش زيدة ولا كلمت كلمت اللعبات روزيدي ما مش من باب المن أم ذكر فأنا ذكر تنفع المؤمنين صحفية بالأساس انت وفاة عليش ما توجهتش للإعلام عليش ما قدمتش برنامج في الكويت بخلاف الفن متحبة الصحافة مقدمت برنامج كفنين اخذت مني برشة وقت رغم الحفلات الخاصة ياخدوا برشة وقت ومهوشو السيستام بتاع تونس يعني الحفلة راي تبدأ من من الأول وقت لأخر وقت مثلا متجوبش تاخو حافلتي في نهاء سعيبة يسر الغنية الترابي الشعب الكويتي يعشق الترب حتى في الأعراس ترب ترب بعد انا مرات نقول عربة في عرص نسمحة بتبت تقول الله نقول يا ربي ثبتين بديت من الأول الثنين ثلاثة وبعد وليت نحذر خدمتي في الإيباد ومع فرقتي انتي تتخيل انو عروسات نعمل لهم ديغة ديوية ريبيتيسيون مو مش معناها نحنا نحنا مشتو نسلع بزيد وانا غنيت النار في المرسة دوباجي جيتني مراه قتلي بنتها تخيزة ولا دوزة انتا غنيتلك في هذا السكت ضحني أسكت تحرقني شعال فشعب الكويتي ذائق خاصة جدا يعني نحنا بيسر اشتيح وما يحبوا يسمع جدا وهذا مش سهل معناها يجبوا تحذير ويجبوا معناها مر اقترحوا علي اني نغني اني نخدم معناها في إيميشيون بعد الوقت يسر وقت هاي سمعني شو مش تسمعك؟ سمعني حاجة نحنا نحب ونسمعه والله نحنا نشيخوا بالموزيكة رانا مزلنا نحب ونسمعه والغنية المزيينة والكلمة الموزونة واللحن اللي حلو فجأتيني؟ لا والله وليس تتفرج راه تحب تونسي ولا شنو؟ اينا بش نخليلك الحرية شنو تحب تسمعنا اتفضل وخي شنو تحب تونسي؟ تونسي تونسي؟ انا حبيت نغني ذكره تونسي؟ انا حبيت نغني ذكره ذكره؟ غني ذكره هاي انا حبيت نغني ذكره انا حبيت نغني ذكره هذا أنا من جديد اسمعني للآخر الاخر الشوك كل لحظة يزيد والله مقادر الولاه ما جيتك دليل مشيتلك درب طويل الولاه ما جيتك دليل ما جيتك درب طويل اكذب على نفسي ما أرى مني قدري مستحيل الله 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 احساسه كبير يا وفي شوف الفنان اللي ما يتطورش يزمي قد تفدأ مكذبش عن الناس انا خدمت تعبت واحفظت تحرمت من برشة حاجات في السبيل اني لما نكبر نكون راضي على روحي ونحب نعطي نصيح صغيرة للك الصغار اللي عمرهم ما بين ثمنتاش وكل خمسة عشرين خاصة للناس الفيدة من تونس هو دي ما يقول لك احلم انا كنت صغيرة عندي ثلاثة حلمات حلمة اللولاني نولي فنانة مشهورة الحلمة الثانية نغني مع لطفي بوشناق الحلمة الثالثة نمشي نعمل فيوياج للهند الحلمتين اللولانين حققته الحلمة الثالثة بش نمشي للهند كل مرة بما انو انا في اسيا فاقري بتلي نقول اللي ما يحلمش حتى في وسط الصحراء راو ساعات تلقى سدرة خلقها رب العالمين تونس ما هيش بلاد خايبة لكن انتي به احلم واخدم ما تتوقعش ان انا مشي تنلقى الورد اما صنعت الورد بداي ولقيت انو معناها عيدين تحطت معايا بالخير لانو الساجية طايبة انا منيش وليا السالحة يرميوا علي يا صنجق اما عمري مدخلت في اثنية الشر او الثنية الخايبة الصغار ردوا بالكم ملف سيد ما يوصلش راهوا تخدموا على رواحكم واحلم احلم بينكم بين رواحكم قول انا طاو قعد نصنع في درو احلم لي تحب انا طاو قعد نكتب في غنية انا طاو توصل موصلش اليوم طاو توصل غدو واصبروا على رزقكم راهوا مفهم ايش حاجة تخلقت في لحظة في لحظة شوية صبر قولك اجمل وما في الحلم انه يجعلك تبتسم انت كي تحلم دجا تبتسم انت بدت تتخيل هكا في برشا حاجات في حاجات اتحب توصلهم شيخ هكا في موخك ساعات انا نحلم بحاجات ونقول خاليني يا اخي انا شي خالي خاليني صارت ما صارتش انا طاو في الوقت الحالي عام لجو انا امور بحت لحظة سعادة شيخا بمحك وبعد يرحم ربي بعد صارت ما صارتش تاوقت نتواجه مع المصير امتعنا وانا الفيدة تو في الوقت الحالي انا عايشته اللي قال قالت الاخرى صديقتنا قالت من هدومة من هدومة على غدوة علش نخمو في غدوة نخمو كين في الوقت الحالي اللحظة اللي احنا عايشتها ربي حليم ربي كريم وعلى فكرها معلها ربي يقول كل ما انا معلها انا عند اظن عبدي بي انخير انفخير وانشر انفشر هذي شي عاري في الحياة ايه وفاء خلينا نرجعو للفن الفن في الكويت نتصور هانا قاعدة نتبع فيك العديد من الأعمال وقاعدة تختم وتتعلم العديد من الشعراء الكبار الخليجيين زادة كيف كيف عندك من المنتوج الغنائي الكافي انك تكون حاضرة في مهرجانات علش وفاء بوكيل غير موجودة في المهرجانات الصيفية بعت من تونس كمبليتمنو لدرجة انك حتى ما تلاوش انك تكون حاضرة في مهرجانات اليوم فنانين عرب بيجيوها هاي تاو بدلنا الوجه تاو فيه هكا او يزي شوف خلينا نقول لك حاشة انا قاعدة نشوف انو معاتش كي مقبل فما برشة معطيات معناها توصلك انك تاخد مهرجانات ما شنين معطيات انا ما عنديش ملف انك تقدمو هاي ما انا ما فهمتش شنية خاطر فما شفت اللي نيس فرحت البرشة نيس اللي انا والله مثلا والله العظيم ورسمة ما تعرفيني صادقة مرتضى الفتيتي منا عرفوش خاطر ما عنديش تلفزة في الدار بعد عندي الوطنية تجي ديما تقها الوطنية الولى والثانية ديما انا نحط الوطنية ثانية هاي نحط يا المغراوي يا استسمو خطاب على البيب يا بش نتعشى معناها شوف لي حال بالفيديو اكتشفتو هبت ستوري قطلو راني مابروك وكان جي فام ابيكاسيون كي معانا في الكويت راني بعثت الورد محلو مع الناس لا والله لي قلت عادش عادي كي مقبال الخيوط ما زلت كي جيت ففرحت البرشة نيس انا رينا نفرح للناس الكل لكن الخيوط مانيش فاهمة معانينا تكلمت مثلا مع سينجي بلك سوري اللي تعملت معا في مرجانسي الينا قطلو عندي تصور العام الجي ان يكون عارض كويت تونسي انا عندي تاوت بركال الاغنيات بسكرا بهم دو السيزان القدام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وقالي محمد بسكرا بهم عندي في الرقم بتاعي اللي عليش ما ما جريتش انك تكون موجودة انتي ما فنانين في تونس ويجري 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 ويكونوا حاضرين في المارجانات شعلا فالك عام الجي خليني نجرب انتي ما سعيتش ايه ما سعيتش انا هاني باش نعمل التريبولات لعام الجي اعمل شاسمها ماظر اصاب شاي ما هوش بشي قلقني هو من دخلي يحز في نفسي لكن معناتها اكل لاش بخيز اكل ما عادش النجم وقلت الامل والثيقة وصلت له رانيين وينلي ما يلزمش وصلت له اما كتكلمت قتلك انا وقتها اتكلمت من بيب لي انا كلموا ذي الفنانة فايا شا اسمها ما فايا يونين موجودة مثلا كلمهم قولوا لهم مش تجيوا بتونستيخذوا مليو متش استيخذوا فلوس ليه ليه هي ولا غيرها هيا ولا غيرها يا ناس البلدان راهي كتبت تعاني مزيدوش نحفزوا فيها بلادك تعاني امك امك تمرض تزهل دار العجزة يعني انتي ضد انو يجيبوا فناني من البرة اخي وقت اللي عاملي صار معكم قلتوا تونس ما فياش فلوس وهي التونس لليوم فما مشكلة في الكيسة وسمحني فما اسماء اخرى ترتقيه معناه دولين ماك تحب صبغة دولية ولا انتي تحب معناها ما صبغت دولية مزيدوش نسكرو على رويحنا لا لا ما قلنش نسكرو على رويحنا انا ما عندي معا شيء نحيلها فايوني مش نحلو على فايا نحكيو بصفة عامة يعني احنا بلادنا مش نسكروها بالنفتاح وكلو معشو نجيبو حطة فناني هاو ديما تشكيو تبكيو كدولة وكوزارة ما فمش فلوس يقول لك يدخلو لي فلوس يجيبو لي فلوس مديري المهرجانات يحكيو مدير مهرجان كارتاج قال انو خزينة المهرجان تتمليك نجيب انا ايكس ولا يجليك قولو لهم يعاونوك يقفوا مع تونس يجيبوهم مش كارتاج برناه هراجين يقض راغب عليه مغطالك ما اغليش على لا لا راغب المتالي ماني قطولهم اك نهار جبته عاليسة فبعج جلدو يصقص به المهرجان شاد دوغو هجو رابو زينها اسا اذكا راغب الو الحب انتو شاب لعمدي خاطرهو على اقل يحب لهم يجبو لازم تكون اوبجيكتيف ويحبنا اذا انتي اذا انتي معنى تدفع على مبدن فميش راغب علي ما نحبوا المتالي لا 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 احكي على كارتاج سنين اما قول لهم قولوا راغب ترا بيجينا بليش ولا عملنا حفلة خيري قولولو ما يبالك شي يقبل خانشوف 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 هو ما حسب هو ما ادرا راو ما ديمانا يقول لي وقت الازمة تيخ واربعمائة مليون اللي هو مكتبة راو راعة ظروف كارتاج لا خانع محافلة خانع محافلة ولمو فلوس التونس شوف شكوب شكولي وشكوب شكولي اسمع انا رانينا نغرع على البلاد ده انا بنيش جيبها عشرين مليون بش نعمل برونزاجة انا بلد ده نحبها انا عزيزي في الفلاقة حب سبابا جالوزي انا عايشة في اقوى بلد في العالم ما بش تقول هلك افلوس ودنيا وجو وشيخات انا بلد ده نحبها انا نحب تونس ومن ارضاشة عليها كينو واحد مسلي شرف عفيفة ولا امي بلد ده نغير عليها عليها عونتوا بلدين اخرين خانشوفوكم ترا شنوت نجمو تعملول انا باتخيوت تونس ياسر ونجيسبت واحد انا دمي نعتيل تونس انا ندخل الاسفارة نقول لهم الشعار متاع الدولة انا عندي اينا فوقهم يبابا بيني وبين ربي بعضهم يبابا الشعار الدولة متاع تونس الشعار الجمهورية التونسية علي خانشوفوهم شنبشي عمنا قال لي واحدة وعرضوا طلب بلما واش عرضوا طلب البلدة ذي مريضة يا اخوي انجيت مديرت مهرجان شنو مديرت مهرجان قرطاج شنو تعمل بسؤال ياسر قوي عندي انا نعم اللي عملت روتانا مثلا قبل نص 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 كل حفلة فمش حفلة يغني في واحد براني واحد يعني تونسي تونسي واجنب جيكزيج انمولادي هذوم الكل يطلعوا يغنيوا يعمل فرست بارت الكل نقول لك حاجة حتى من الفرق اللي مازالت طالع هذا كان يصير بيه قبل زيدا رب يقدر الخير وكهما لما حال المهرجانات الصيفية ونعودها ونقولها را وما همش في احسن حاليتهم را وقع دنيعاني انا نتكلم على وريني حبك التونس وريني حبك التونس وريني حبك التونس انتي عارفة انو مثلا كما دولة مصر اللي عزيزة علي اللي نحبها قديش فناني الجسمي لطيفة حبيبتي برشا معناها وجودهم جميل في معناها في المشهد المصري وقفوا في مشاريع عماريا مصر وكل ترا خناعملوا المشاريع عدي اي هوا سري العقلية بير موجودة اما عندهم الفلوس انت تحكي عالتونسة هوني فنانين تونسة تحكي عالعرب بيجير يقفونا خناعملوا عماريا تونس ويجي من احكيو على فنانين تونسة الحقيقة ومش الكل هم عندهم الفلوس لا 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 يجي مني مبارا ولي ديتنا هني قتلك ما انا نعرف البير وغطا البير وغطا هنعم بدت التافزة تونسة من عام تسعة وثمانين مانيش جيت البير احنغاني من عام تسعة وثمانين مالاتفا غرات انا بنت حاطب بن عمارا وراوف كوكا ونجيب يا رحمو نعرف كل شيء كنار نحكي فينا وبابا حاطب بن عمارا حبيب قلبي فا انا نتكلم على من يحب تونس يقفل كما عملت كل عام في المدسنا بل يحب تونس يقرأ فحنشوف شوفوك شفت عمنا وفي الوقت وفي شكرا لي في الساعة في الساعة زيدونا شوية محلي الوقت جيل اخبر والله ماذا بيا نزيد معا وفي بوكي المحلي لحديث معاك كخلطة بين الاحساس وبين التجربة الشخصية بين الفني زيد كيف كيف نتمنى لك التوفيق والنجاح نورتني برشا لي جيت بحدي ان شاء لكم جعلنا على حفير شكرا لي ربي فضلكم ديوان جاي من كلمة ديوانية في الكويت اللي هي مجلس وانا فرحانة برشا برشا بالمجلس الجميل انت في قلبي ورد وانا اللي 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 دي ما معناها نتواصل معاك وحتى مرات كتلها انت كعافيفة وحاجة مني جزء من روحي كل ما تكون انت ناشحة في اي مكان انا راني ناشحة نشكرك برشا وفي بوكيل وانا زيدا نحبك ونتمنى لك التوفيق والنجاح وقت الاخبار نخرجوا اخبار ورجعين مع فانتا اشتركوا في القناة